سلام لبنات صباح النار مشارككم مش حولكم ان شاء الله تكونوا لباس وصحتكم بخير ان شاء الله الفيديو تاعي اليوم يلقاكم كامل بصحة جيدة هانيين وهانيين يا رب لبنات رجعت لكم فيديو جديد رح نشارك معكم بعض الامر اللي كنت درتها هذا اليوم صراحة عندي بعض التحضيرات لنبغم بإذن الله كين بزاف أخوات طلبوني في هذا الموضوع انا صراحة اللي بنات ما عنديش تحضيرات بزاف للشهر الفاضل غير الامر فقط اللي نكون محتاجتها بزاف هنا على الصباح كنا طايمين لذكنا صراحة اكم تعرفوا يكون عنا الوقت على الصباح نقدر نديروني تواجج يكون تنظيف يكون عمق على هذه رغوانة الحالة ممليح نشفتها ورجعت كل حاجة لبلاستها ثاني كان عندي الوقت اني نبدأ بأول تحضيرات لي نحبوهم هنا يحبوهم في الدار اللي هما أول حاجة هي شباح السفرة راح نديروني بالكوكاو صراحة ما نكذبش على أخواتي جامي درتوني لا باللوز ولا بالجوز بالكوكاو يخرج ولا أرواع قولوا لي الجوز عذرك اللوز اللوز عما رجع عنده طعمة والله يصامط ما في حتى بو المهم اشدرتها لبنات شفتوني ذاك الكوكاو شريته أبيض مباشرة طحنته طحني كون رقيق ذات ثلاث كيلات منه مع كيلة غير ربع سكر مع شوية علافاني خلطهم ملح ورح نبدأ اللم فيه بالصفار البيض صفار البيض فقط أنا أخذت لي الكمية هذية لبنات أربعة تاع صفار البيض ونتم ما شوفوا هنا على حسب الحجم تاع البيض تاعكم شوفوا العجين هنا كيفية تكون ضروري تكون متماسكها هكذا ما تديروهاش جارية جارية مش رحة تصلحيكم شوفوا كيفها راهي متماسكة ملح اللمها نغطيها ملح ونخليها تريح واحد نصف ساعة هكذا ونبعد به نبدأ انشكل فيها هايلك بعد ما ما اريح تشوفوا كيف نحطها بينا باللي راهي متماسكة ملح هنا يندير بلاستيك غيذائية لابنات وراح نطرحها السمكتاح هنا كيما نعرفو شباح الصفراء لابنات ما تكون شرقيقة دايمن يكون السمكتاح شوي خشين أنا هذو مطوابع اللي راح نستعمل لعندي يعني اشكال في الدار راح مكاين يوضك يتباعوا سبيسيال تع شباح الصفراء اللي تحبي تشيريهم ولكن هنا بما اني عندي هذو في الدار عندي نجمة عندي قلب هلال خلاص يكفيوني هنيا بديت انقطع هنيا حسيتها شوية رقيقة عاو تلميت فيها شوية وحنقطعهم هنيا هايلك عادي نطرحهم قدلكم لازم هنيا البلاستيك تعاونوا به هذو ماء وقطعهم اشكال اللي حبيتوا هذي هيا شوفونا هذا هو شكل القلب وهذا هو السمك والحبة كيفه تكون يعني حوالي من واحد سنتيمتر الواحد ونصف هذي هي الشكل هكذا نحطهم جانبين كامل اللي فرجتهم هنا كما كنتشوفو هذو هما الاشكال اللي درت هنيا عندي بايض البيض هذك اللي نحيته من الصفر اللي فصلتو شوفو خفقتهم ليح راح نحيلو هذي الرغوة اللي تدير باهمة تعذبنيش من بعد في القليان وتستحرك هكذا نحط هذوك الحبات اللي خدمت كامل في بايض البيض ونعاود نرجحهم لبلاستهم يعني نحطهم يقطروا قبل هكذا كنديلهم كامل ضروري هنا تطليهم بالبيض سينو كون تقليهم هكذاك راح نينلسقو لكم بالمقلة هكذا هكذا راح نكمل كامل نطليهم او نغطسهم في هذك البيض ومن بعد انكملوا المرحلة تعنا المولية اللي راح تكون هنيا تقدروا تزيدو الى لقيتو هذك البيض جاكم بزاف الحبات مطلية تقدروا تنشوفوهم بورق المطبخ عادي سخنت هنيا درت مقلعة سخنت شوية تع الزيت وبديت هذوك الحبات نحيلهم هذك البيض اللي يكون زايد ومن بعد نحطهم هنا في المقلة نقليهم شوفو اللي من الصراحة ان هي شبه الصفرة الاصلية تتقل على خطرتين يعني هذه الخطرة الليولة تكون قلية بيضة كما اللي نحيتنا هذوك ومن بعد نعود لهم البيض البيض ونعود نقليهم مرة اخرى ولكن انا صراحة نعجز على المرحلة الثانية قلت نقليهم على مرة يعني مباشرة حمرتهم ماذا اللي نحيتهم الليولين جوني شوية بيض اللي اني كنت حبة ندير القلية الدزيم ولكن اعجز من بعد ولي تدير صغير القلية واحدة وحمرتهم تحميرة مليحة هذو هما اللي بنتها اليك بعد ما اقليتهم هنا ننضفوهم نحيولهم هذك بيض اللي بيض اللي يكون نتحرك لكم بزيادة نقليهم مليح بهذا الطريقة خليهم حتى يبردوا مليح ضروري هنا حطيتهم انا في ورق المطبخ حتى بردوا بشكل جيد واحد الساعة ولا ساعتين بردوا مليح ومن بعد خبيتهم درت هنا كيس المجمد هاي لك اللي بنت وخبيتهم هنيا هاي لك هنيا نطيب بيوم في شهر رمضان يكفيوني هذو الكمية حتى لخمستاشين يوم يعني احنا في طاجيل اللي حلول نحط هنا هكذا خمس حبات ستة فقط يكفيون لانو العيلة تعي صغيرة اما الشيء الثاني اللي نحب كل رمضان نخبي منو او نخدموه مسبقا لانو كذلك يديد في الخدمة يعني متقدرش تخدميه في نهار تاع رمضان هما ليفون دوتاقت هنيا خدمت المالح والحلو هنيا بديت بالحلو وقدرت فيه في المقادر مية وخمسة وعشرين قرام تاع مارقانين مع نص كس كور غلاسي لاباني رشات الملح حبة بتاع البيض هذو هم المكونات خلطهم مليح وبديت اللم بالفارينة هاذا ما كان حتى تحصلت على عجينة كما هكذا درتها في كيس بلاستيكي غلفتها مليح وراح نحطها جانبا تريح حطوها في الثلاجة احسن تريح في الوقت هذا رح نحضر النوع الثاني اللي يكون مالح درت كذلك نفس المقادر عندي مية وخمسة وعشرين قرام مارقارين مع ربع كاس تاع الزيت عفوا نحبة تاع البيض كاملة بما انه هنا النوع مالح نحيت السكر هذك وحطيت ملعقة صغيرة تاع الملح وكذلك رشة هنا او ملعقة نصف ملعقة صغيرة تاع الفلفل الاسود هذو من المكونات ثاني نخلطهم مليح وننشف بالفارينة فقط العجينة الاولى نسيت مطقرة لكمش الزيت كذلك ربع كاس تاع الزيت حقده يزكي لكم الكمية وثاني يزيد لكم في الهاشاشة حقده نخلط المكونات هذو مليح ونلمها هنا انا ببه ما ننساش اني ضفت لها شوية كوركم على هذي اعطتني اللون الاصفر هذي هام لك العجينة خليهم يريهو شوية ونبدأ نشكلها هم هنا في القوالب انا هذو هم القوالب اللي نحتاج يعني انتي هنا يا على بلك وش هتديري بيهم كما الحلو هذك او النوع الاول هذا انا رح نديرهم في قوالب صغيرة انا نخليتهم هنا للصهارات في حيث ما اذا جاكم مثلا عيط لكم ضياف على غفلاجيين للصهارة ولا يعني ثم ثم تقدر توجد اي كريمة عندك حتى ومش كريمة ديري طلعي لاشانتي مثلا عندك شوي كرامة نحطيهم في القاعدة مع شوية على شانتي وانتي يمدي كورية تاعك لتاقتولة تيجيوك يسخفوا ما شاء الله هذي هي انا شكلت العجينة اللولى في القوالب هذو الصغار والعجينة الكبيرة درت لها اغلبتي في هذوك اللي يكونوا اوضال هذو هما اللي بنات هكذا تشكيلة راه واضح نحطهم كامل نشكلهم بهذه الطريقة نديرهم في السنيوة ونثقبهم ضروري تثقبهم مملح وبعد الدخلهم يطيبوا على 60 درجة تحمرهم مملح كما هنا هايلك طابوا مملح حمرتهم انا نحب نحمرهم بشكل جيد هكذا الابنات فبهم بعد كي توكلوهم يجيوكم ابنان هايلك هذا الموديل اللي يكون مالح وبين فيه الفلفل الاسود هايلك هذا راح ندير به نوع من مملحة ان شاء الله معاكم الشهر الفضيل اذا كتب الله وهاذو هنا النوع لحلو هايلك هاذو كذلك راح نشارك معكم امور باذن الله الاربي طول في العمر هذي هي راح خبيتهم اللي بنات نفس الطريقة في المجمد راح نرجع هنا لبنات كذلك اللي طلبوا مني بزاف حاجة محبوبة في رمضان اللي هي وصفة القلب اللوزة لبنات شاركتها معاكم عدة مرات لكن ما نقدرش نجوز هذا العنب لما شاركها معاكم شتو السميد اللي خيارت هذك النوع الخاشن هاي تباعف هذك الباكي على البلاتو التاعي هذا اخذى لي اربع اكواب تاع السميد مع زوج اكواب تاع السكر اذا هاكذا اللي بنات خلط هذك سكر وسميد مع بعضها مليح راح نحطو هنيا في القصعان حط المكونات هذوك راح نضيف لهم عفوا قبل ما نبدو نكملوا الوصفة تاع السميد راح نرجعوا لهن نخدموا شاربات دارت فيها هنازوج كيسان تاع سكر مع ربع كيسان تاع الماء هاكذا يعني الماء يكون ضعف كمية السكر راح نحطهم خلطهم ليح نزيد لهم القارس طروري هنا نضيف لهم نص حباء تاع القارس نعصرها عليهم وراح نحطها معاهم ونخلي المكونات هذي تغلي نديها نحطها على النار على نار متوسطى تغلي حوالي ربع ساعة يعني احتى نشوف هذك الخاريط ساعية نقص شوية في الحجم التاعه نرجع لهنى اضفت نص كيس تاع الزيت للسميد هذك درت له رشع تاع الملح اقبابه يجينا شوية بنين مش بزاف الملح يعني غير رشع برك وراح نبدأ هنا نشمخ فيه ماء الزهر انا حطيت هذيك القارعة تاع المظهر كبيتها في الكيس هذك عمرته هاكذا شوفو ندخل هذك الكميات على الزيت مليح ومن بعد هنا نبدأ نشمخ بماء ظهر شوية بشوية ونحك ضرورية لبنات العملية تاع الحكان هنا به السكر هذك يذوب لبنات ويعطيكم نتيجة هيلة السميد هذك يتعسل لكم المليح شوفو كيف راني نحط الماء او ماء ظهر بالاحرى شوية بشوية لبنات ونبقى نحك بنية ديه كيف راني نديرو المقراط شوفو هاكذا نحك بها بالطريقة شوية بشوية الماء ونحك 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 حتى سكر هذك يذوب وتشوفو هذك الخليط رجع مشمخ ونقولو مبلول شوية باركال لبنات مديروش يكون بزاف جاري يعني جوزت مبلول ذوق تشوفو كيفه تعرفولو للقوام بتاعو شوفو هنا انا بعد ما لميتو مليح خليت وغطيتو وخليتو واحد العشر دقايق بها رجعت ليه اللي بيهاك تشوفو الماش تبدل شوفو هنا لقيتو تشرب مليح في العشر دقايق هذوك هاكذا شوفو كيفه نديرو نشكل هاذ بول بهذا الطريقة ونرميها اذا حبست هاكذا خلاص ما نزيدولوش كمية ع الماء يعني راه متشبع انا اخذلي كاس غير الربع شوفو هذا الربع كاس اللي قعد ليه تعماء الزحر خلاص بهذا الطريقة ذوك اللي بنات راح نجيب للسني عفوا قبل هذا زيت لها ملعقات فارينة للخليط راح تقولولي علاه الفارينة شوفو بيوانا نرى نخدمو بسمي الخاشين بيجيكم ذاك القلب اللوز اللي حبت تعو تكون متماسكة مش هي بسا لبنات متماسكة هذيك نزيدو لها هذيك الملعقات الفارينة دهن ستنيوه هنا يتعيب شوية ع السمن ولا زيت ولا زبدة واش كان عندكم وراح نسوي السطح مليحنا ما نضغطوش هالي بنات شوفو جوز تراني نعدل في الوجه هذا ما كان وراح نقطحها هنا يا مربعات طبعا كما تعارفو القلب اللوز يتقطع مربعات مباشرة نطيبوها هنا ندخلها نطيبها على 180 درجة نحمرها من الأسفل ونزيد نحمرها من الأعلى شوفو هنا هنا اخذتلي شوية تحميرها بالزيادة غفلت عليها صراحة وهكذا وهي سخونة لبنات شوفو الصوت هذا وهي سخونة نكبلها هذيك الشربات يكون بارد شوفو هنا الكمية الشربات هذي دايما تقعد لي او السيرو دايما يقعد لي حوالي نص كاس هاي لك هذي وخلاص ماكملش الكمية هذيك اللي قعدتلي شوفو صبيتها اعلى مرة وجبت شوفو هنا يا راه يتلقوا الوجهة تحها قاسي هنا يا راه عارفو القلب يستعكم الناجح مية بالمية نقطحها هكذا نعاود لها تقطيعها ونرجحها هنا نخليها تتشرب ونحن نحطها راح نرجحها للكوشة شوفو معايا نديها شوفو حطيتها في الكوشة ورح نغطيها بلاطو واحد اخر ونخليها حتى تتشرب بملح اللي قدرتو خليوها النهار كامل يكون افضل وافضل شوفو هنا بعد ما تشربت مليح ليه شفتو هاللبنات دات النهار كامل ومتشربت لكمش بزاف واذا كثرتو لها السيرو اعودو سيحو من هذك السيرو وخلاص هذا ما كان جبتنا هنا وارق حطيتو على الوجه بما انو تعرفو كيتشرب القلب اللوزة لبنات سيديرها كايميل وكأنو يميل هكا يخرج في فقاعات وكذا على هذي حطيتنا هذك الوارق وستويت له السطح الملح انا كان اللوز ما عنديش منقبل ولا كوكاو حتى جت هدايا على الاخر وشيرات لي حطيتو على الوجه انتم تقدروا قبل ما تطيبوه تحطو المكسرات اللي عندكم تقدروا ثاني حتى تحشيوها انا الاغلبية ما الفانح شي هذا المرة استغنت على الحشو تشوفو هنا لبنات شوفو وانا القطع تعرفوا باللي الوصفة رهي ناجحة خرجو لكم الطريق شوفو كي قطعة الحبة هذك ما تلقوها شسيحة تتفرطتها لبنات تلقوها كيما تع صاحب المحلات لبنات متماسكة وفي نفس الوقت تكون مع السلاطرية ما شاء الله هذي شوفو هنا بعدما قطعت لكم تشوفو حبيبة عن قرب شوفو هنا تخرجو لكم هاي لبنات شوفو الحمورية هذيك طيب احتل القلب بتاحا ما تجيش حمرة من الاعلى وحمرة من الاسفل وفي الوسط تقعد بيضاء نون لبنات طيب لكم حمرة الله يبارك شوفو كيف هذي هي لبنات هذي هي نوع من صهرات رمضان يعني حبيت نفكركم به ربي بلغنا رمضان لا فقدين ولا مفقدين ان شاء الله يا ربي حبيت لان نفكركم بالوصفة ونذكركم بالوصفة تاع القلب اللوز كين اخوات بزاف مزالوا ما تجربوه شو كين في جربوها عدة مرات وما ينجح لهمش ستقوني لبنات هذي الوصفة الاصلية والوصفة الحقيقية تاع القلب اللوز جربوها وعينكم غامضين شوفو هنا راح نعط لكم ثاني القوام تاعو كين قصو هنا يخرج لكم الطريق ما شاء الله لبنات هذي هو الفيديو التاعي اللي كنت اقترحت عليكم لنهار اليوم مازالي فيديوهات اخرى يمكن تحضيرات ان شاء الله يلك طب ربي وكنا امن الحيين مبقى للبنات الان غنقلكم تالله وفروحكم دمتم في رعاية الله وحفظي وسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر